السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطلاب. حياكم الله في درس تاريخ جديد. طبعا طلاب احنا قد اكملنا واحدين آآ مادة التاريخ. اليوم سوف نبدأ ان شاء الله في الدرس الاول من الواحدة الثالثة. آآ آآ راح نتعرف عليه الآن. تمت بريطانيا بالعراق منذ القرن السابع عشر لأهمية موقعه وكثرة خيراته. آآ بريطانيا آآ اه 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 احبت ان آآ تحتل العراق طبعا لأسباب. السبب انه موقعه على طريق الهند وكثرة خيراته. واستغلت دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المانيا. تحت اللجن. طبعا هنا الدولة العثمانية دخلت الى المانيا ضد الحلفاء اللي هم ممثل بفرنسا وبريطانيا. يعني الدولة العثمانية الآن صارت هي ضد بريطانيا. فهنا بريطانيا استغلت هذه الامر وآآ آآ عملت معارك ودخلت آآ العراق. آآ ولكن الشعب العراقي لم يستكن للاحتلال وانه مهبة لمقاومته. فلجأت بريطانيا الى حكم العراق بشكل غير مباشر. يعني بتحكم العراق بطريقة غير مباشرة. يعني مهم يحكمون بشكل مباشر مع الشعب. السبب هو رفض الشعب للاحتلال البريطاني الجديد. سنتعرف احتلال بريطانيا للعراق وسياستها الاستعمارية فيه ونوضح تطور اوضاعه في ظل ملكية فيصل واسرتي ونبين دور المقاومة الوطنية حتى وفاة الملك غازي. فدرسنا اليوم الطلاب هو الاطماع البريطانية في العراق. ماذا ساتعلم من درس اليوم? ان يذكر الطالب كيف تسلل النفوذ البريطاني للعراق. ان يذكر الطالب اسباب ثورة عام الفتسعمية وعشرين في العراق. ان يذكر الطالب سبب تنصيب بريطانيا فيصل بن الشريف حسين ملكا على العراق. ان يعدد الطالب بنوت معاهدة عام الفتسعمية وثلاثين. الكلمات المفتاحية اعمال السخرة. كلمة سخرة يعني تسخير اه الناس دي كي يعملوا عندهم طبعا اه كاشبه بالعبيد. كاشبه بالعبيد تمام? نتيجة الاحتلال وبظلم. فالناس بتتعمل يعني يقدمون خدمات لبريطانيا هي خدمات عمل طبعا اه بدون اه مقابل وا اه ايضا بفرض نوع من اه العبودية على هؤلاء الناس.